موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى بركاته مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نسمات الروح على قناتكم قناة الحياة في يومكم المبارك يوم الجمعة في شهركم المبارك شهر رمضان مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلوا معي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة على الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه في الأولين اللهم صلى عليه في الآخرين اللهم صلى عليه في السابقين اللهم صلى عليه في اللاحقين اللهم صلى عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صلى عليه صلاة تشفي بها أمراضنا وترحم بها أمواتنا وتغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وترد بها الظالمين عنا وتنصر بها المستضعفين منا اللهم إنا نسألك أن تصلي على نبيك صلاة تمتلئ فيها قلوبنا بالإيمان ويغفر فيها الذنب والعصيان اللهم صل على نبيك صلاة نفرح بها في رمضان اللهم صل على نبينا صلاة تقبل لنا فيها الصيام اللهم صل على نبينا صلاة العارفين اللهم صل على نبينا صلاة المسبحين اللهم صل على نبينا صلاة الخاشعين اللهم صل على نبينا صلاة أهل الثناء الذاكرين اللهم صل على نبينا صلاة صلاة المعترفين المقرين اللهم صل عليك يا رسول الله اللهم صل عليك يا حبيب الله اللهم صل عليك يا خليل الله اللهم صل عليك يا خير رسل الله اللهم صل عليك يا خير أنبياء الله اللهم صل عليك يا خير خلق الله اللهم صل عليك يا قدوة الزاهدين اللهم صل عليك يا إمام العابدين اللهم صل عليك إمام الخاشعين اللهم صل عليك يا إمام المسبحين اللهم صل عليك يا إمام الراجعين إلى رب العالمين اللهم صل عليك يا سيد الرحماء اللهم صل عليك يا سيد البلغاء اللهم صل عليك يا سيد الرسل والأنبياء اللهم صل عليك يا قدوة الأولياء اللهم صل عليك يا إمام المسبحين اللهم صل عليك يا إمام المستغفرين اللهم صل عليك يا إمام الزاهدين اللهم صل عليك يا أبا القاسم اللهم صل عليك يا أبا الزهراء اللهم صل عليك يا سيد الثقلين اللهم صل عليك يا سيد الفريقين اللهم صل عليك يا سيد الكونين اللهم صل عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وسلم تسليما كثيرا صلاة تغسل بها يا ربنا القلوب وتمحو بها يا ربنا الذنوب ونرجع بها إليك يا ربنا ونتوب آمين آمين يا رب العالمين أخوة الإيمان والإسلام جمعة مباركة صيبة الحقيقة لا يمكن حد يتخيل كم الرحمات والبركات اللي احنا عايشينه وكم الفيوضات اللي احنا فيه يعني تعالى احسب معايا احسب معايا وشوف الكتاب والسنة بركة الشهر الكريم بركة رمضان بركة رمضان خير الشهور الشهور كلها كوم ورمضان كوم تاني خير الشهور هو رمضان وبعد ما تنتقل إلى بركة رمضان اللي فيه خير الليالي اللي هي ليلة القدر وإحنا النهاردة في خير أيام الأسبوع اللي هو يوم الجمعة وبنتعلم خير الكلام اللي هو القرآن الكريم خير الكتب المنزلة وبنصلي على خير الأنام اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتخيل بقى يعني خير الأنام وخير الأيام وخير الليالي وخير الشهور وخير الكلام كل دي بركات احنا فيها بفضل الله عز وجل من أسعد منه من أسعد منه من أسعد منه من أعلى منه من أعظم منه عند رب العالمين بفضل الله عز وجل اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان اللهم لك الحمد على نعمة الصيام والقرآن اللهم لك الحمد على نعمة الإحسان اللهم لك الحمد أن جعلتنا مسلمين اللهم لك الحمد أن جعلتنا صائمين اللهم لك الحمد أن جعلتنا مستغفرين مسبحين اللهم لك الحمد أن جعلتنا أتباعا لسيد النبيين يا سلام احنا في نعمة ما بعدها نعمة بفضل الله تبارك وتعالى يعني يوم دعي نبينا صلى الله عليه وسلم زي ما قال البصير كده بأشرف الرسل كنا أكرم الأمم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى جل وعلا لأن يا أخي الموظف بيتباهى بريسه الموظف بيتباهى بريسه يقولك عام إيه وسع ده سواء الوزير ده طباخ الرئيس ده الجنين بتاع المالك ده ما عرفش إيه يعني فاهم حتى المهن دي لو كانت بسيطة في نظرك في مكان آخر لا لما تنسب إلى المالك أو إلى الرئيس أو إلى الوزير يقولك إيه ده 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 أم فز ده العسكري بتاع ده الغفير بتاع جناب العمدة حاجة كده أمال بقى حضرتك بقى يعني لما تكون تيجي يوم القيامة تتباهى إن كل أمم تتباهى بنبيه منت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم أمال يعني يقولك وخاتم النبيين وخاتم النبيين الذي لم يصل به أحد إماما قط عليه صلاة الله من النبيين يعني صلى الله عليه وسلم لم يصلي به إماما إماما أحد قد وقف صلى الله عليه وسلم إماما بالنبيين في الإسراء والمعراج يصلي بالنبيين كافة شوف حتى ربنا يقول أولئك الذين هذا الله فبهداهم قتد العلماء يقول لك لما ألشي فبهم اقتد مش أولئك الذين هذا الله فبهم اقتد لكن لا النبي ما يقتدش بيهم النبي يقتد بالأنبياء صلى الله عليه وسلم هم اللي يقتدوا بيه فاقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا أدب يعني هم اللي يقتدوا بيه خد بالك بقى عشان كده قال فبهداهم مقتدهم ما قالش فابه مقتد يعني النبي بيقتد بهداهم لأنه هداهم ده اللي بعته ربنا فالنبي بيتبع هدى ربنا إنما مش بيتبع النبيين دول عليهم سلام الله علشان كده ما يجيبش بقى سرته بعديهم ما ينفعش تتجاب سرته بعديهم النبي لو جات سرته هو النبيين يتحط كل نبي في مكانه الزمني لا يا آدم إدريس نوح وقود صالح زول كفر ياسر ياسر زكري يا سليمان ده وانت نازل إنما لما ييجي سيدنا النبي ما يتحطش في ترتيبه الزمني لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول شوف إزاي هو الأول ما ينفعش ما ينفعش بعديهم بص في سورة الأحزاب عشان تلمح المعنى ده وإذ أخذنا من النبينا ميثاقهم ومنك أهو أنت الوحدك أهو وفي الآخر ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم لاحظت خدهم بالترتيب الزمني إبراهيم نوح إبراهيم موسى عيسى نوح وبعديه فترة جيه إبراهيم بعدين فترة جيه موسى بعدين فترة جيه عيسى بعدين فترة جيه سيدنا النبي إنما لا ما يتقلش بعديهم ما ينفعش هو ليجي الأول وإذ أخذنا من النبينا ميثاقهم بص بص ومنك وهم بعد كده تشريفة ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أمه ليه هو ده كلام النبي ييجي في الأول على طول عليه الصلاة والسلام مش بيقول لك وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ويقولها لك وخاتم النبيين كمان عليه الصلاة والسلام زي الحلية اللي في اليد صلى الله عليه وسلم زي جوهارا اللي في المعصم عشان كده ما يجيش بعديهم أنا عاوزك تلاحظ إيه هم الأنبياء دول كانوا إيه مش كانوا مسلمين صح الأنبياء كانوا كلهم مسلمين الأنبياء اللي كانوا مسلمين دول كلهم عليهم صلاة الله وسلامه الأنبياء دول كلهم كل أنواحهم وكل طوافهم كل أشكالهم عليهم صلاة الله وسلامه بتلاقي سيدنا أم كنتم شهداء في حضر يعقوب الموت وذقار لبنيهم يتعبدون من بعد قالوا نعبدوا إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الست اللي كانت ملكة بالقيس ملكة سبا اللي كانت مع سيدنا سليمان بتقول وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين سيدنا يوسف بيقول توفاني مسلما وألحقني بالصالحين كلهم باختصار كانوا نبيين كانوا مسلمين ربنا لما تكلم عن سيدنا النبي يعني شوف دوله وألحقني بالصالحين وأنا من المسلمين النبي بس اللي خاد الطايتل ده الردبة دي أو الدرجة دي قال عنه إيه قال قول إن صلاتي ونسقي ومحيايا ومماتي ده بقول له قل يعني ده فعلا أمر قل قل للناس قل إن صلاتي ونسقي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرته وأنا أول المسلمين النبي أول المسلمين صلى الله عليه وسلم أول المسلمين لا ده يعني ما فيش حد قبل منه وأنا أول المسلمين شوف إزاي يعني ده كلام غيره وأنا من المسلمين النبي النبي أول المسلمين في أول المؤمنين وفي أول المسلمين النبي أول المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ده كلام بقى ايه يعني عجيب من لما كان المحمدية النبوية الكريمة المصطفوية المختارة صاحب اللواء صاحب رأيات الحند صاحب الشفاعة صاحب المقام الرفيع صاحب المقام المحمود صاحب الدرجات الرفيعة صلى الله عليه وسلم صاحب جوامع الكلم من أحل الله الغنائم من أعطاه الله الشفاعة من نصره بالرعب بسيرة الشهر من كان يرى بظهره من كان يكلم الجمادة من كان يكلم الحصى من نطق الجزع في حضنه الشريف صلى الله عليه وسلم من شك إليه البعير من سبحت الملائكة باسمه من نطقت الملائكة باسمه من صلى الملأ الأعلى عليه من أخضع الله له رقاب الجبابرة وعيون الأكاثرة وأزجد له الأمم وسجدت له الأشجار خرت له الأشجار ساجدة جاءت إليه تمشي على ساق بلا قدم من سبح الحصى في يديه من كلمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا عاوز أقول لك بقى بس عشان أجيبها لك من الآخر كده ها هات ميزان هات ميزان الميزان دوله كفتين هات ميزان الميزان دوله ايه كفتين اتنين كفتين اتنين كفة حط فيها كل المؤمنين كل مين يا حج كل المؤمنين كل مين يا حضرت كل المؤمنين بقولك كل المؤمنين ازاي يعني المؤمنين ابتداء من حملة العرش ومن الملائكة المخربين جبريل عليه السلام وإسرفيل وميكايل وردوان ورقيب وعتيد ومنكر ونكر والنزعات والنشطات والمسبحات والسابقات كل الملائكة الجمدات المؤمن الأنبياء الذين أرسلهم الله المرسلين الذين أرسلهم الله الصالحين الذين وفقهم الله الأولياء الذين أيادهم الله المسبحين والمصلين والعابدين كل المؤمنين اللي ممكن يختروا في بالك إلى يوم القيامة يلا حط كلهم في كفة وحط النبي في كفة أخرى صلى الله عليه وسلم حط النبي في كفة اخرى النبي في كفة وكل دول في كفة تانية يا اخوانا اوعوا تفتكروا ان انا ببالغ ولا دي درواشة ولا تكون درواشة اللي عجبه عجبه درواشة المهم كل القروب الى الحبيب تميله ومعي بذلك شاهد ودليل اما الدليل اذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تثيله اللهم صلى عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك وسلم خد بالك بس من الكلام انا بقولك حط كل المؤمنين دول في كفة وسيدنا النبي في كفة الكلام ده جبتم منين والله العظيم من القرآن ورب الكعبة من القرآن وقايا كلكم حفظنها بلا استثناء تحبوا اقولها لكم اسمع يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم امسك نفسك بس كده عشان انا حديك هدية تتنك فرحان بها طول العمر امن الرسول بما انزل اليه من ربه واضحة ايه والمؤمنون بالله عليك شفت ده طب ما هو الرسول من المؤمنين طب اذا كان والمؤمنون طب ايه المغيار فين المغيارة هنا الله ما هو امن الرسول بما انزل اليه من ربهم مع المؤمنين يبقى المفروض الاية في سياقنا اللغة ويتقال امن المؤمنون بما انزل اليه من ربهم ومنهم طبعا النبي شيء بديهي مش النبي من المؤمنين واحنا عارفين انه اشد الناس ايمانا ما خلص بقى يبقى نقول امن الرسول ازاي لوحده للدلالة على ان ايمان رسول الله لا يعادله ايمان واسلامه لا يعادله اسلام واحسانه لا يعادله احسان هو البحر في كرم هو البدر في نور هو الحرير في طرف هو الخير في كرم هو الريح في عطاء هو البسط والكف والخير والبر والفضل والإحسان هو البر والعدل والرحمة والرضوان هو باب الشفاعة يا أخي هو باب الله هقول هلك إزاي أفهم هلك إزاي يقوله عزتي بيحلف له مين اللي بيحلف مين اللي بيقسم مش أنا هو ربنا اللي بيقسم بيقوله عزتي وجلالي وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا يعني خبطوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يأتوني من خلفك حتى يأتوني من خلفك وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يأتوني من خلفك خلف مين يا سيدنا خلف سيدنا النبي يعني كل الناس اللي رايح الربنا من غير طريق النبي ها يريحوا دماغهم ينسوا ينسوا كل اللي عاوزين يقول لك لا احنا ما نؤمنش بالرسول وممكن نخش الجنة عشم إبليس في الجنة زي ما بيقولوا ينسوا اللي ما بيؤمنش بالرسول اللي ما بيؤمنش بالرسول واللي يسمع بالرسول ولم يؤمن به اللي حرم الله عليه الجنة انسى لو جيت حضرتك عاوز تقول لي اصل انا جاي انا مؤمن بالقرآن بس انما السنة ما بعترفش بيها انسى ما بتعترفش بالنبي ما بتعترفش بالسنة اي واحد ما بيعترفش بالنبي يبقى ما بيعترفش بربنا اي واحد ما بيعترفش بالنبي يبقى ما بيعترفش بربنا لان ربنا بيقول ما يؤتع الرسول فقد اطاع الله قد تفيد التحقيق ما قالش ما يؤتع الرسول كأنه اطاع الله ما قالش ما يؤتع الرسول يشبه من اطاع الله ما قالش ما يؤتع الرسول مثل ومثل من اطاع الله اللي يطيع ده أطاع ده بدون خلاص الموضوع انتهى فما يجيش واحد بقى زي ما الرسول قال هو نفسه قال كده على الجماعة القرآنيين الهجاصين حسميهم الهجاصين هم مش قرآنيين هم النصابين الهجاصين الجماعة الهجاصين اللي يجي يقولك ايه احنا ما بنعترفش بالسنة السنة دي احنا ما نعرفهاش ده عمل بشري بشري مين يا حبيبي بشري مين يا ضناي انت بتتكلم على سيرة النبسة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الامام اللي ما يؤمنش باللي يجيه في الامام البخاري هو في الحقيقة لا يؤمن برسول الله اصلا الامام البخاري نقال لك كلام النبي نهار لما البخاري يقولك انا اقول او انا قلت قل له لا مش بصدقك يا بخاري انت حر انما لما يقولك قال رسول الله قال رسول الله هتسيبه الرعاعية تطوله على سنة سيدك النبي صلى الله عليه وسلم طيب يقولك اصل السنة في حاجات مزورة طب ماهو فيه ناس نصبين طبعوا قرآن وحرفوا فيه قلولي بس بسولي كده بسولي وركزوا معاي فيه قرآن مزور فيه اكتر من 18 نسخة قرآن مزورة على الانترنت وحذر منها كل العلماء والناس كلها والمواقع بتحذر يقولك دي نسخ مزورة للقرآن يلا ايه رأيكم نسيب القرآن عشان فيه نسخ مزورة انا نفس حد يرد علي من مدعين الافقين دول اللي بيتطولوا على التراث وتطولوا على الدين وتطولوا على السنة وتطولوا على قال رسول الله اجمل حاجة عندنا في حياتنا موسيقى بتطرب ودنة اما نسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاوز تحرم نفسك من قال رسول الله عشان شو يتنصبين عشان ادعياء عشان مسالمة والذين معه اوعى اوعى يضعف ايمانك اوعى يختل عقدتك اوعى تصدق الافقين دول ما انا قلتلك ما هو فيه قرآن مزور موجود على النات فيه ولا ما فيش شوفوا انتو كلكوا عارفين ان فيه نسخ قرآنية نزلها جهات صهيونية وجهات شيعية مزورة نسخ قرآنية مزورة كلامي في منتهى الوضوح ده غير القضيانيين ده غير البهائيين ده غير المسونيين ده غير العلمانيين ده غير الجهات التبشرية ده غير ده يقول احكي لك اقول لك ايه ده انت لو مش فايق وصاحدي تبقى مصيبة ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة واعظمه الحاجات دي كلها موجودة على النات ايه رأيك نسخ مزورة نسيب القرآن ونقول لا 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 ونعمل زي النصابين الدجالين الافقين مسيلمة والذين معا ونقول لا 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 مش عاوزين القرآن لان فيه نسخ مزورة ولا نعهد بهذا الى الجهات الموثوق فيها عشان يدلنا النسخة الاصلية طبهو انتشر لحم الحمير الف الف هانا وشفا يعني الواحد فينا الله اعلم ضرب كم حمار اللهم صلى على النبي يعني صحيح متعملش فيها بقى فتك انتشر لحم الحمير حتبطلوا اكل لحمة حتبطلوا كفتة وكباب حتبطلوا الريش ها قول حتبطل حتة اللحمة الجميلة كده اللي تتحط في شوية الشربة بالسرع العصفور تمام ولا شوية الملوخية الجمال كده فضلت خيرك كده ها سخنين قصد منك كده ساعة الفطار حتبطل حتبطل الكلام ده كده وانت معاك الطبق الرزي بالشعرية احكي لكم شوية كمان اعذبكم اكتر انا عارف ان انتوا في فتنة دلوقتي فانا بقولك بيحصل لا مش بيحصل في لحم مضروب دلوقتي حصل اللحم الحمير بقى على قفة من يشيل صحيح وما فيش حد يهرب بينه نفر نفر صحيح بقت ايامنا حدوة كلها حاجة عظيمة جدا اللي احنا فيها حنبطل اكل لحمة ولا ناق الجزاري اللي بنشتري منه ولا نفحص اللحمة عن طريق ناس اسمهم البيطريين يقدروا يقولوننا اللحمة دي اه واللحمة دي لأ تمام ولا مش تمام بالزبط كده يعني خلونا نتكلم ولا نقول للناس خلاص الناق اللحوم عن البشر وما فيش لازم كل حاجة تمهو لو عملة مزورة انتشرت في السوق حنوقف التدول العملة ونوقف مصلحة سك العملة وحنوقف طبع الورقات المالية ونرجع نتعامل بالدرة يقولك خد كوزين درة وديني حتة جبنة خد كيلو رز وديني شوية سكر ومش حنتعامل بالعملة يعني عشان فيه جماعة مزورين ولا عصابة تزييف عملات انتشروا او نشروا ورقة من فئة المتين جليه مثلا ولا حاجة طبعا لا انما حنجيب الناس الخبراء اللي هما السيارفة السيارفة السرفين يعني بتاع البنوك نقولهم يا جماعة افحصونا الورق ده فيجي افحصوا الورقة المزيفة من الورقة الاصلية انا عارف ان انا وانت غلبوا على باب الله مش هنعرف نفحص الاوراق المالية انما ربنا رزقنا بنا السيارفة بيقدروا يفحصوا الاوراق المالية ما بيقدرواش ولا بيقدروا بيقدروا ويفحصوا الاوراق المالية ونبقى احنا مبسوطين تمام التمام وانتهت المشكلة هو قدر البشرية كده ان فيه حاجات مزورة كتير فيه رجالة مزورة ما سمعتش عن الرجالة المزورة ما سمعتش عن سبيان العوالم اللي يقول لك في الشارق ده حضارة اصل العري ده عالم تخيل مثال والله العظيم الراجل طالع يقول لهم طالع يقول على الهواء في احد البرامج يقولهم ايه يعني تبص ليه لسدراها وتبص ليه لرجلها وتبص ليه صحيح تبص ليه ما احنا بقنا رجالة لايت عارف زي المواد الغازية اللي مفقاش اي سعرات حرارية رجالة لايت يقول لك بتبص ليه رجالة ده عالم افتراضي ده حاجة ده تمثيل يعني حاجة مش حقيقية طب يا اخوة طالما مش حقيقية ما تشغلوا افلام بورنو بقى ما احنا طالما تمثيل في تمثيل افتحها الرابع خلي الناس تتمتع وخلي الشابات تتمتع ازا كان تفهمش الناس دي بتتعاطى حاجة ولا ولا هي الرجولة بقت بقت صعبة هي الرجولة شكلها بقت صعبة شوية في الزمن اللي احنا فيه ده فعلا اما تلقى شاب الود اللي حيجننني لغاية دلوقتي اللي حكيت لكم عنه مبارح ده الود الصحفي ده اللي طالع يقول ايه اللي بيقوله الحاجات العريانة دي تتمنع دول هم اللي مرضى نفسيين هم اللي لازم يتعالجوا قال ايه احنا اللي لازم نتعالج وانت ايه حبيبي ده انت المفروض تتحط في الحفاظة عارف الحفاظة ده مصيبة سودة دي كارسة فهو ده اللي عاوزين نقوله وانحذره يا راجل يا طيب انت وهو السنة دي هدية ربنا لينا اللي علمنا النبي ازاي نصل الى الله عز وجل النبي بيقول في الحديث ايه بيقول لا الفين احدكم متكئا على اريكته يعني تقولش النبي كان يعني بيعلم الغيب ده ده طبعا ما بيعلمش الغيب ولا حاجة بس ربنا بيخبره اخبار بالمستقبل منها الحديث ده لا الفين احدكم متكئا على اريكته ويقول ما وجدناه في كتاب الله اخذنا به وما لم نجده في كتاب الله تركناه الا انما جاء به رسول الله مثل ما جاء به الله يعني النبي او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني هذا الكلام يدل على انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني الهم او اخبر من قبل الملك جبريل عليه السلام ان في ناس فلحيث حنبتلى بهم في زمننا العجيب فلازم تمسك على دينك ولازم تمسك على عقدتك ولازم تبقى يعني سابت ربنا بيقول لي يا يحيى يا يحيى خذ الكتابة بقوة واتيناه الحكمة صبية دي حاجة مهمة جدا انا عاوز اقولها لكم وعاوز افكركم بيها علشان احنا لازم نشد من اذر بعض ولازم نتمسك بالدين ولازم نتمسك بسنة النبي الامين صلى الله عليه وسلم انتهزوا فرصة رمضان اللي بدأ علينا بالخير واليمن والبركة وابدأوا علموا أولادكم السيرة النبوية المباركة انا حديكم كده شوية اسماء كتب او حاجات تقدروا تقروها وتستمتعوا بيها بمشيئة الله سبحانه وتعالى انت لو عاوز تقرأ حاجة في السيرة النبوية انت عارف فاكر انت عبد الحميد جودة الصحار الله يرحمه عمل سلسلة اسمها محمد الرسول الله والذين معه فاكرها اللي كانت بتتعب التمثيلية أيام الزمن النظيف أيام الزمن النظيف كنا نقعد كنا نقعد ايه في حاجة حد قال لي حاجة بتقول لي ايه المخرج بيقول لي حاجة فاصل ليه فاصل اه طب مش خلي كلامك قوي كده ترعيلي فاصل كده عشان ابقى حاسس ان انا عايش معاك اللحظة انما فاصل يا شيخنا فاصل يا شيخنا ده ايه يا اخويا المخرجين دول نخرج فاصل ونكمل عشان المخرج الصيام شغلت جغله جامد قوي فاصل ونواصل ابقوا معا اشتركوا في القناة ورجعنا لكم مرة تانية الحمد لله رب العالمين اه وعاوز اقول ان انا دقيقة المخرج وانا معزوم ناس ان انا معزوم عنده بعد الحلقة ودي تسرع رهيب فعدت اتحال ليه وقوله يكنافى على كامل النهاردة لحد من ربنا سبحانه وتعالى اكرمه وهده الاحوال فعني كل الحب والتقدير ليه وكل الابطال اللي شغالين معايا في هذا البرنامج اللي مش عارف اقول اشكرهم ازاي بجد عملوا معايا موسم موسم بيقولوا عليه كده بلغة الاعلامي يعني موسم اعلامي عشرة على عشرة عملوا معايا اه شغل جامد جدا بجد تصدينها لعشرات القضايا لدرجة النجال الناس عندها احساس بفضل الله وانا عندي كمان الاحساس ده ان ده البرنامج الوحيد اللي بيدافع عن الدين آآ آآ ليل ونهار طبعا فيه ناس تانية بيقوموا على فترات كده بيجزاهم لا خيرا انما تقريبا ما فيش قضية الاو البرنامج ده بيتصدى ليه فريق كامل الفريق ده وهمته عامل زي المرصد كده اي واحد يغلط في الصحابة احنا اعدله اي واحد يلعب في السنة احنا اعدله اي واحد يشتم في الاولياء الصالحين احنا اعدله اي واحد يغلط في قلة البيت احنا اعدله اي واحد يعك في القرآن احنا اعدله مش حنسيب اي ظاهرة فيها تطول على الدين اطمئنه احنا مش عاوزين جيش جرار ان شاء الله باذن الله لسنا زي المبرد اي واحد يستخدم العفاريط عشان يحرق البيوت احنا اعدله مفيش حد يعني اي حد شيء يتشاله يتنكته بتاعه ويعمل له وعاوزه لكن احنا قاعدين لأي دجالين لأي نصابين اللي بيأكلوا اموال الناس بالباطل اللي بيدجلوا على الناس اللي بيتطولوا على التراث اللي بيشتموا الصحابة اللي بيشتموا الاولياء الناس تزعى لناس تنبسط مناش دعوة فليرضى عن الناس واوفى ليسخطوا انا لم قعد اسعى لغير رضاكة بالمناسبة الرجل الطيب بتاع بارح الحقيقة طبعا كلمت وزارة الصحة قالوا لي اهلا وسهلا ومرحبا خليه كلمنا واحنا ان شاء الله باذن الله هنعمل كل اللي ممكن يتخيله وحيتعالج الولدين على نفقة الدولة بمشيئة الله سبحانه وتعالى جل وعلا وجمعية تلاوة القرآن الكريم في السيدة زينب جمعية تلاوة القرآن الكريم انا بقول لحضرات السادة اللي سمعيني وشايفيني العدد عندهم بيكتر قوي بيأكلوا الناس مام بيأكلوا ناس ويطعمون الطعام حكاية حنوعد نتكلم عليها حلقة كاملة ويطعمون الطعام جمعية تلاوة القرآن الكريم في السيدة زينب امام مسجد السيدة زينب رضي الله عنه وارضاه بيأكلوا ناس ومحتاجين دعم سريع لازم حد يروح لهم روح اللي عنده اللي عنده اطعام اللي عاوز يأكل بسرعة جمعية تلاوة القرآن الكريم قدام مسجد السيدة زينب على طول اسأل بس قدام الجامعة فين جمعية تلاوة القرآن ويقول لك ايه مش محتاجة شرح روح علشان محتاجين اكل بسرعة العدد ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك انا شخصيا باكل عاهم فطبعا لازم الناس دي الفؤرة لازم يتشالوا فوق الراس لازم نشيل الفؤرة فوق راسنا لازم نأكل بقى انا عاوز اقول لك على حاجة تقدر تصوم اليوم بتلات اربع مرات تقدر اليوم اليوم انا دلوقتي بقى صوم رمضان اقدر اصوم رمضان النهاردة اربع مرات او خمس مرات طبعا لا ايه رأيك بقى انه ممكن تقدر النهاردة تصوم عشر مرات تقدر النهاردة تصوم عشر مرات ازاي اطعم عشرة سهلة ولا بسهلة يا بلدينة قال صلى الله عليه وسلم نعم مين يا مجد فيه مين اه حاضر معلش يا شد يا ثانية واحدة حاضر الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من بيقول من فطر صائما من فطر صائما فله مثل اجره فله مثل اجره من غير ان ينقص من عمله شيء يعني لو فطرت صايم يا راجل يا محترم بتاخد زيه بالظبط يبقى انت لو فطرت صايم وانت صايم بفضل الله يبقى ما تكونش صايم يبقى عندك بقيته اتنين طب طب لو لو تلاتة بقيته اربعة وهكذا عارف بقيت اربعة وهكذا كل اعتبر انك تفطر واحد دي زي المراية اقعد وفطر الناس واكل الناس وحضرتك هتاكن معاهم فروح لهم رحوا لهم في جمعية تلاوة القرآن الكريم في السيدة زينب بيدان السيدة زينب قصاد المسجد الناس دول بيأكلوا الناس المائدة بتاعتهم رهيبة اكبر مائدة يمكن في مصر حاجة مهولة بيأكلوا الناس ويقالوا لي الحقنا بسرعة بحد يقدر يدينا دعم لانه محتاجين حد فطبعا احنا كلنا بلاوي وعاوزين كفارات دلوقتي وندفع على قد ما نقدر ادفع اكل اكل انفق ولا تخشى منذ العرش اقلالة اقولك اكل اللي انت حتاكله هو يطعمون الطعام على ايه على حبه مسكينة ويتيمة واسيرة انما نطعمكم لوجه الله لا نريده منكم جزاء ولا شكور اي حاجة وبسرعة واكل الناس ربنا يتقبل منكم ويكرمكم الحالة جيم الحالة طوارئ الناس اللي بتأكل حد دلوقتي في اي مكان احنا وقفين وراهم نساعد ونخدم ويبختك عند ربنا يلا 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 ده وقت الزل ده اسمعوا اسمعوا ده وقت الزل ربنا بيقول فسوف ياتل له بقوم يحبهم ويحبونه علامتهم ايه يا رب اللي انت بتحبهم دول القزلة عندك استعداد تبقى مزلول ولكم اهلا وسهلا إحنا انت فوق دماغنا من فوق ازلات على المؤمنين اعزات على الكافرين عندك استعداد تبقى مزلول اهلا وسهلا شوف المملكة العربية السعودية الله يجعلها عامرة بالخير الله يجعلها عامرة بالبر الله يجعلها عامرة بالفضل اما تروح كده وتشوف الحرامين وتلاقي الملايين الناس بتاكل في وقت واحد كله بيأكل بعض كده في بقه كله بيأكل بعض تحس انك في الجنة تحس انك كدهش قهد على الارض والله العظيم الله يحفظ المملكة وشعبها واهلها وناسها يا رب ويجعلها معقل للإسلام والمسلمين بتلقى كل الناس كده قهدا بيأكلوا بعض بشكل والله يا جماعة حالة حب حالة دين حالة رقي ايه ده اخوانا على صرور المتقابلين الناس قهدين بيأكلوا بعض والاكل ده اتفرش في كل اكبر ارسمات عينك تشوفوا مفيش الكلام ده اخدوا بالكم بس عشان اقول لكم والله العظيم ما بيحصل في حتة في العالم احنا بس مش شايفين الى الظاهر السلبية لا ده ظاهر ايجابية تفرجوا عليها خلي حد يصورها لك ولا تشوفها في النيت شوف ملايين البشر بيأكلوا في وقت واحد وبيدعوا ربنا سبحانه وتعالى بخشوعه بيأكلوا بعض ودوت بيبوس على ايدك بيبوس على ايدك عشان يا اخوانا اطلعوا في الشوارع ساعة الفطار اتفرجوا على شباب زي الورد وبنات ربنا يبارك في اهليهم وقفين مديد لك صرية الخشاف ولا صنية الكركديه ولا صنية المية ولا التمر ولا العربيات اللي بتركن انتوا اجمل ناس انتوا احسن ناس اهدونيا بخير ولازم تشوفوا الجانب العظيم الهائل الراقي اللي احنا عايشين فيه ان شاء الله بإذن الله ربنا يتقبل ربنا يتقبل ومتعوا نفسكوا بالخير اصلا انت لما بتتمتع بالخير ده احساس انا عاوز اقولك احساس مختلف احساس مختلف انك تاخد ابنك وتعلمه ازاي يوزع صدقات او يوزع خير او يأكل الناس اكل اكل الناس اكروا الطعام افشوا السلام صلوا الارحام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ابسطوا ايديكم بالعطاء وما صانعوا الاحسان تقم مصارع السوق ان الحسنات تذهبنا السيئات الله يرحم همي كانت تقول اللقم تمنع النقم الناس فاللحين بقى وكان يقولها بالطريقة زي اللقم تمنع النقم صحيح اللقم تمنع النقم نقم الله سبحانه وتعالى ده انت عارف لما يقولوا يطعمونا الطعام على حبه مسكينا سهلا ويتيما ماشي انما اسيرة دي غريبة شوي يا ربنا انت بتمدحني ان انا بأكل واحد كافر ربنا بقص لكلمة اسير مش ممكن يكون اسير مسلم اسحالي وخد بالك وركز ومتخليش السيام لخبط لك الدني صلي على الحبيب النبي ركز احنا دلوقتي وقت النشاط دلوقتي وقت الطعب وقت التسبيح والاستغفار ان ما فيش اسير مسلم امالي الاسير ايه اسير ده كافر ما يكونش مسلم لان المسلم ما ينفعش يتخذ اسير من المسلمين فلما يقولوا يطعبونا طعام على حبيه مسكينا ويتيما واسيرة يعني معنى كده ان ربنا بيطعمك وبيكرمك لما بتأكل كافر بتأكل كافر كافر شوف المعنى وعيش المعنى اتلزز من المعنى ايه ده انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور ان انا خافوا من ربنا يوما عبوصا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظراتا وسرورا وجزهم بما صبروا جناتا وحرير عشان اكلت كافر وما لو اكلت مسلم غالبان اه اوعى بقى تطلع بصبور لللي بتأكله تقول له ايه تعالى اعملك فيش تشبيه انت سبناك كم سنة انت لابس ايه طلع وغمض غمض عينيك لو طلعتها حتى الغني حتقبل لعاهرة حتقبل لبغي يعني الحديث كده بغي وغني وبخيل حتقبل من التلاتة مش انت بتعملها لوجه الله انما نطعمكم لوجه الله اشتغل لوجه الله ده وقت وجه الله يا اصحابة وجه الله يا اصحابة وجه الله هو ده وقت وجه الله شغل نفسك في الخير ما تكتفيش بالصيام الصيام دوت ده تدريب علشان تعمل الخير طلع من دولابك ودي طلع من تلكتك واكل ما تبايتوش اكل عندكو في البيت اسمعوا اللي بقولكم عليه ما تبايتش اكل طلع اللي عندك واكل ما تخزنش ما تعملش مخزون اقعوا يا جماعة سكة المخزون ده خلي المخزون ده عند ربنا سبحانه وتعالى اي شيء بتدفعه انا والله العظيم انت ما انت ما اعطتوش لفقير انت غلطان انت اي حاجة بتدفعها انت حطتها في حسابك عملت تحويل عملت تحويل عارف يعني تحويل عملت تحويل لحسابك في بنك تاني البنك التاني ده وجود في الاخرة ربنا بقولوا وما يفعلوا من خير فلي يكفروا ربنا بيقولها انتم هؤلاء تدعونا لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخلوا عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وانت تتولوا يستبد القوم من غيركم ثم لا يكونوا امثالكم اوعى تضيع نفسك بالبخر وما يوقى شح نفسه فاليك هم المفلحون اوعى تضيع نفسك بالشح الذين يبخلونا مرون الناس بالبخر اوعى تمسك نفسك وعن الانفاق ما من يوم تشريخ الشمس فيه الا وملكان ينزلان الا وملكان ينزلان يقولوا احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا اخلف عليه ملك بيدعيلك ملك ربنا خلق مخصوص عشان يدعي السموك عشان يدعي سيادتك عشان يدعي قدستك عشان يدعي فخامتك ملك نازل بس يا رب اخلف على عبد الحميد اللي دفع كذا يا رب اخلف على حجة زينب اللي دفعت كذا كده بالاسم كده اللهم اعطي منفقا خلفا ويقولوا الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا شوف الاتنين ملايكة عمالين شغالين دعا انت واقف بتعمل ايه واقف بتعمل ايه ادفع شهادة التأمين الالهية مع الاشتراك في الحسنات اولادك معرضين لحوادث معرضين لامراض معرضين لكوارث خايف عليهم ولا لا خايف على عيالك ولا لا لازم تاخد احسبها صح احسبها صح عشان تلقاها صح خايف على عيالك ولا لا خايف على بناتك ولا لا عاوز ابنك يبقى عريس اصد منك كده ويجيب لك زرية طيبة مباركة كده ويجي بوس ايديك ويبقى بر بيك ولا لا عاوز بنتك ما تتزلش وما تنضربش وما تتهانش ولا لا عاوز بنتك تبقى كريمة معكرمة عزيزة مكرمة سيدة بيت وسيدة مجتمع واحترم في بيتها وفي عملها وفي حياتها وفي دراستها ولا لا كل ده مرهون على فتفيت المخرج بيقول لها تاخد تليفونات ولا لا حاضر بنسى نفس يا مجد تفضل يا سيدي انا معك مين معا سامحين يا شدي اهلا ازاي حضرتك الله يسترك بقول لها حضرتك انا من جمعية تلاوية القرآن بشوف حضرتك كل يوم ثلاث يا ما انت كريم يا رب الحمد لله بقول لها حضرتك بس انا دلوقتي الديني بس متسع خمس دقايق لمواضيع الاحاديث ومواضيع الناس اللي بتتكلم في تليفونا يعني انا الحمد لله الورد بتاعي يسين من وانا عيلة صغيرة بس بدأت دلوقتي اختلف في موضوع الاحاديث والسنة بكلم حضرتك بصراحة ازاي لان انا نهاردة ما بلاقيش الرد على الناس اللي بتتكلم رد بمنطق يعني بيطلعوا مسلا يقول لك الحديث كذا وكذا اللي بيتقاول اصلاف الله العظيم يا رب عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان مش عارفة بيعاشة زوجات وكذا المفروض ان حضرتك زي ما بتتكلم ما تقول ليش ان فيه نسخ مش كويسة لا اقول قدي النسخة المظبوطة ما فيهاش الحديث ده لان كله بيتكلم وبعدين بيديك براهين فاحنا عايزي يعني البرهان ان انا ما ما تقليش فيه نسخ مزورة من البخاري لان بالفعل الاحاديث فيه احاديث كتير لا تقضع للمنطق استغفال الله العظيم يا رب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن اتقال ان هو يحصل الكلام ده منه فما تديني مثال عشان ندردش كده ونمتع الاحاديث الالوف مع واقل الابراشي بتاع ان كان سيدنا علي عنده غنم وبعدين اتسرقه فقالوله حمزة اللي سرقهم فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على حمزة لقاه ثمل وزعق حديث مش لا يمكن وماسك البخاري يقولك اهو انت مصدقاني رقم كذا انت مصدقاني اه طبعا مصدقك والله العظيم هذا الكلام غير صحيح اكتر من كده اقولك ايه لا انا مصدقك طبعا مفيش حضرتك حضرتك بصي بصي يعني احنا مشكلتنا ان هو يروح حاطتلك حاجة من حاجة الحديث الصحيح المسند المتصل الصحيح المسند بتاع البخاري مفيش الكلام ده مفيش ان حمزة سكران ورحشات معامل ادي واحد رقم حاجة حاجة تانية انت مركزها معايا طبعا انت عارف ان الخامرة كانت حلال وبيشربوها ولا لا اه طبعا عارفت لو واحد صحابي سكر قبل التحريم يبقى كان بيعمل حاجة حلال ولا لا اه طبعا حنلوموا ليه لو الرجل سكر وما كانش داري بالكلام اللي بيقوله حتلومي سكران واحد سكران والسكر حلال وقتها بقى وقتها وربنا بيقول كل اللي طلبه ساعة الصلاة ما تجوش سكرانين يا ايها الذين امنوا اه لا تقربوا الصلاة وانتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون ها قوليلي حضرتك فين الغلط وفين مستكترن سيدنا حمزة يذكر ايام ما كانت طيب انت عارف حضرتك ان الجنة ان شاء الله ان شاء الله نخشها فيها خمرة انهار من الخمر قوليلي حضرتك انا حتت ان الخمر حرام وحلال يعني انا بالنسبة لي حرمت عليكم الميتة والدمة واللحم الخنزير جات حرمانية مطلقة في الخمر جات ثلاث ايات لا تقربوا الصلاة وانتم سقارة الخمر حرام من عمل الشيطان فاكتنبو فيها منافع للناس وفيها ضرر وضررها اكثر من منافعها اذا لم تحرم حرم حرمانية الميتة والدمة واللحم الخنزير لا يا شادية الخمر حرام حرمانية الميتة والدمة واللحم الخنزير من اين بقى من قوله تبارك وتعالى في صورة المائدة انما الخمر والميسير والانصاب والازلام ورجس من عمل الجيطاني فاكتنبو لعلكم تفلحوه كويس حدثك الاجتناب اقل من التحريم يا بيلا نشوف نشوف الآية دي مع بعض كده عشان تأكديني المعلومة ربنا بقول فاجتنبوا الرجسة من الأوثان واكتنبوا قول الزور ها الاجتناب هنا ايه طبعا تحريم بس أنا بتكلم دايما مثلا جرتك دي ثانية واحد دمها تقيل دلوقتي لما ربنا بيقول فاجتنبوا الرجسة من الأوثان يبقى الاجتناب دي كلمة طرية كلمة لا تفيد المعنى لا تفيد طيب لما يكون قضية تتعلق مع عبادة الأوثان يبقى المفروض الاجتناب دي أعلى درجة من درجات التحريم طبعا يلا خدها كتن دي بيست كده ونروح حطينها هنا إنما الخمر والمويسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا قادي واحد رقم اتنين ربنا قال عنها أنها رجس حصل بس فيها نفع للناس وفيها ضرر وضرروها أكتر من ما نفعها طب صل على النابي شادي هانم شادي هانم صد لو اتنين بيلعبوا أمار اللي اتنين هيخسروا لا واحد هيكسر واحد هيكسر يبقى فيها نفع الواحد ولا لا هل النفع دوت معناها أنه الأمار حلال لا فاتح الله عليك نقل بعلي بعديها أيوة كده اشتغلي معاي ربنا بيقول إنها ريكس يعني نجاسة صح يبقى نممكن نترجم السؤال إلى اللغة العربية ونقول ما حكم أكل النجاسة محتاجة نص شرعي لا ايه يا أولاد ايه حكم أكل البيبي ايه حكم شرب التولد مش محتاجة كلام صح كده صح طيب بعدها قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريجسون من عمل مين الشيطان يبقى نسين سؤال هل يجوز الاستجابة لطبق أو لأكلة من صنع الشيطان مدين إبليس مدين إبليس هل يجوز يا شادية لا يبقى احنا مش محتاجين فاكتربوه كمان يعني هو مجرد أنه ريجس أدي واحد اتنين من عمل الشيطان دي مصيبة تانية في أخيرا ألفا اجتنبوه اجتنبوه دي أعلى درجة من درجات التحريم لأنه استخدمها لعبادة الأطنام والزور ألفا اجتنبوا الرجسة من الأوثان واجتنبوا قول الزور صح كده يا بنتي أشكرك بقى عرفت إن حابدك المفروض تتكلم يعني مع كل حد فينا لأن أنا كنت لما شوفك بقى في الجمعية أقولك طيب على العموم بطمنك إن كل حاجة بخير أنت بس مش متابعانا لو أنت متابعانا كنت تشوفي إحنا عملنا إيه في مسيلمة كنا عملنا إيه في الشيعي اللي جاي يشتم سيدنا معاوية اللي اسمه عدنان إبراهيم كنت تشوفي إحنا عملنا إيه في الشيخ زوزة دوت ولا اسمه إيه معرفش تمام كنت تشوفي إحنا عملنا إيه في لفند اللي جاي من مسجد سيدني النصاب اللي جاي بيقول للناس إنه غتاء الرأس مش فريضة وإن الحجاب مش فريضة كنت تشوفي ردين على الشباشي عملنا في إيه ردين على المخرجة اللي كانت عاوزة الجنسي كما قال المقريزي عملنا فيها إيه كنت تشوفي عملنا إيه في فتاة الشيزلونج يعني كل دولة إحنا تصدنا ما خلناش حد كل واحد تصدنا له كنت تشوفي إيه عملنا إيه في الأقرع النصاب اللي كان بي بياكل فلوس الناس بالبطل وقلوهم أنا بحرق الجن في الطشة الغسيل كل دول سيبنا همش ومش حنسيبهم أبدا بأي حال من الأحوال قعدل لهم بالمرصاد وبنسخر منهم بالطريقة اللي انت سمعها دي السخرية دي لازم نعملها علشان هم سخروا إحنا بنسخر قال إن تسخروا منا فإن نسخروا منكم كما تسخرون يلا بقى نيوريكم بقى التريقة عشك لا عامل إزاي إنما في النهاية لازم نكون عندنا صلابة حيظهر لك ناس في النص فليك لا أصلي مش يا سيدي مش عاجبك الإسلوب المهم خد الفايدة ورد انت اللي انت تقدر تعمل إنما بيدعو الشيوخ كلها وده مهم قوي يا أستاذة يا أستاذة يا شيوخ إنكم تسمعوا أختنا شادية قالت إيه قالت أنا حصلي نوع من البلبلة والشك والتردد واضح تماما إنها ملقيتش الشيوخ بيردوا الشيوخ طالعين يتكلموا عن أمراض القلوب عن الجنة عن النار عن الله يا مولانا الإسلام بيتبهدل يا أخوانا الأحاديث بيولعوا فيها يا أخوانا السنة بيتطولوا عليها يا أخوانا الصحابة بيتمرمطوا بيتبهدلوا على أدين بعض النصابين والأفاكين والأفاقين ومش حنسيبهم برضو تاني أنتو بتعملوا إيه يا مشايخ بتعملوا إيه بتعملوا إيه يا مشايخ أنا مش عارف بصراحة فأنا الحقيقة بقول حسب الله ونعمة الوكيل في كل شيخ ما يردش على شبهة من الشبهات ما يتصداش بجرأة وقوة عارفين حتة الله الجرأة بتاعتولاد البلد دي فعلا اللي إحنا محتاجينه إنما إحنا مش عاوزين الشيخ بتوع لظام إيه أنا أحبك في الله وأنا أحبك في الله وأنت تحبوني في الله هبص إيديكم خلي الليلة تعدي على خير معانا سؤال من وحدها الله في السنوية العامة أهلا أيوة إيمان نسأل يا إيمان ها دلوقتي يا شيخ أنا صمت بارح وكده بس تعبته وما أدنتش أذكر فأنا ينفع إن أنا أفطر الأيام اللي هي بتاعتني انتحانات وبعدين أبقصمها بعد رمضان سؤالك مهم يا إيمان ربنا يبارك فيك وكريمك ويحفظك آآ يا مخرج فكرني ندقل طلبة السنوية العامة عاوزين نشتغل قدامنا تلت دقايق يبقى نرد بقى في دقيقة أو حاجة أولا يا إيمان أنت اسمك 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 إيمان بس التعليق الوحيد اللي أقدر أقوله لك يا بنتي اسمك إيمان بتوع الإيمان دول عارفين إنه الصيام معاناة وصبر إنما احتفظت نظرة وشك كده وبتسامتك وقوة عقلك نامي إنت عارفت هتعرفت ذكري وحتعرفت راكعي لو آآ انفصلت تماما عن التلفزيون وعن التمثليات وعن الأفلام والكلام من ده ونمت كويس وآآ ذكرت كويس وصليت في وقتك والله ما هحصل لك أي حاجة أنا ليه بقولك يا إيمان كده لأن إحنا كنا طلبة وأنا كنت طالب مش سنوية عامة أنا كنت سنوية عامة أزهرية كنت في ربعة 14 معهد اسمه معهد البراموني كان في عبدين الله يكرم كل دفعتي كانوا من أرجى الناس كنت في ربعة كام سمعان يا بنتي ربعة 14 كان 14 فصل في السنوية العامة الأزهرية وكان الشيخ حماد الله يرحمه ويحصل إليه أيام الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه ويحصل إليه فأنا عاوز أقول لحضرتك إن إحنا كنا طلبة وبنذاكر وفي سنوية كنا بناخد كل المواد اللي ممكن تتخيلوها كله أنا دخلت أنا كنت معي المعلوم والله العظيم خدت ميكانيكا خدت حساب مسلسات خدت جبر خدت فيزياء خدت أحياء خدت خدت هندسة تحليلية كان بيدونا كراسة كبيرة كده اسمها جداول اللغة رتمات جداول كشكول كتاب قد كده اسمها جداول قبل اختراع الكالكوليتر والبدع اللي حصلت في أيامكو دي وكان كان الإعلان الوحيد اللي بنشوفه في ترزيون كان إعلان ربصه يعني كان ويريري ما عندناش حاجة تانية كنا بنشوفها غير كده فكنا وأيام حر وما فيش لا مراوح ولا تكيفات وأجعص جعيز فينا كان بيستخدم التلاجة البلدي إليها اسمها القولة القولة وعليها الشاشة كده ومحطوط فيها عواد النعناع والأولى المحطوطة في الشباك عشان عشان تترى الدنيا كده بس ده حياتنا وإنما كنا بنذاكر وكنا شاطرين وكنا بناخد إنجليزي وكنا أنا فاكر إنما حاجات كنا أخذناها في الإنجليزي كان حاجة اسمها جينيرال سايمز وبركس اند برو جريس وبرشان ماستر بايند أعدليك يا إيمان باختصار يا بنتي ما ينفعش إنك تفتاري وإوعد صدقوا يا طلاب السنوية العامة أي فتوة بيحلكم إنكم تفتاروا لا حتروحوا صيمين وحتنجحوا ببركة الصيام هتنجحوا ببركة الصيام اللهم وفق أولادنا في السنوية العامة يا رب العالمين اللهم وفق أولادنا وبنتنا في السنوية العامة يا رب العالمين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يسر أمورهم اللهم أطلق الأجوبة من أقلامهم اللهم فك تلاصم الأسئلة أمام أعينهم اللهم مشحا اللهم مشحا ذاكرتهم بالأجوبة والعلوم يا رب العالمين اللهم لا تنسهم موادهم أبدا اللهم اجبر خواطر أهليهم اللهم اجبر خواطر أهليهم واغفر لنا ولكم كل عام وانتم بخير صلاة وسلام عليك يا سيد يا رسول الله بكرة معادي في نفس المعاد معاكم في حلقة الأستاذة دعاء فاروق حاجة جديدة نوفي هنتكلم عن مراضفات القرآن الكريم فكرة جديدة بقى يلا نتعلم كل السلام طيبين صلاة وسلام عليك يا سيد يا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة